في إطار العمل لتعزيز الإجراءات الاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا وامتداداً لنهج وزارة الداخلية في توفير الخدمات الإلكترونية للجمهور فقد دشنت إدارات وزارة الداخلية العديد من الخدمات الإلكترونية بالتنسيق والتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية تحرص وزارة الداخلية على تبني المبادرات الرائدة في تطبيق الخدمات الإلكترونية عبر مختلف الإدارات الخدماتية وذلك لتقديم أفضل مستوى ممكن من الإجراءات الحكومية الإلكترونية للمواطنين والمقيمين وبأعلى درجات الجودة والكفاءة في الظروف كافة وذلك بالتعاون والتنسيق مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية قامت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بالعمل مع وزارة الداخلية متوثلة في الإدارة العامة للمرور شؤون الجنسية والجوازات والإقامة خفر السواحل ومدرسة تريب الحراسات بتدشين 20 خدمة إلكترونية جديدة عبر موقع بوابة الحكومة الإلكترونية من ضمن باقة الخدمات المدشنة في مجموعة من الخدمات تابعة لهئة المعلومات والحكومة الإلكترونية هذه الخدمات تشمل طباعة إفادة العنوان السكني وطلب تغيير العنوان السكني وكذلك التحقق من صحة الإفادة وفي هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية نحن مستمرين في عملية التحول الإلكتروني مع وزارة الداخلية وقريبا إن شاء الله يتم حاليا العمل على 26 خدمة إلكترونية جديدة راح يتم تدشينها على مختلف القنوات الإلكترونية وفي ذات الإطار تبنت إدارات وزارة الداخلية هذه المبادرات الرائدة من خلال استحداث خدمات إلكترونية عديدة الأمر الذي يسهم في تحقيق إنعكاسات إيجابية واسعة على الأصعيدة كفة تفضل سيدي معالي الفريق أول ركن الشيخ راش من عبدالله الخليفة وزارة الداخلية المعقر بتدشين ثلاث خدمات إلكترونية للتأشيرات وتتضمن هذه الخدمات إصدار التأشيرة تحويل التأشيرة والغاء التأشيرة إصدار التأشيرة بيمكن إصدار تأشيرة زيارة سياحية عائلية أو رجال أعمال خدمة الثالثة هي إلغاء التأشيرة بيمكن لصاحب الطلب إلغاء التأشيرة من خلال الموقع بعد الدخول على المفتاح الإلكتروني تشكل هذه الخدمات إضافة للخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية في موقع الحكومة الإلكترونية للتسهيل على المواطنين والمقيمين بالحصول على الخدمات إلكترونيا بدلا من مراجعة مراكز الخدمة الخدمات التي تم تدشينها مؤخرا من قبل سيدي معالي وزارة الداخلية تأتي ضمن إطار دعم عليه لخطط الإدارة المتكاملة للتحول الرقمي في تقديم خدماته تحديدا الخروج من الإطار التقليدي لتقديم هذه الخدمات إلى التحول الإلكتروني في تقديمها وهذه الخدمات تشمل ست خدمات هي استكمال باقي الخدمات التي تقدمها لإدارة العام المرور وهذه الخدمات الست هي خدمة إعادة إصدار شهادة الملكية وتملك الرقم المميز وإعادة الاحتفاظ بالرقم اللوحة التسجيل والاستعلام عن مكاتب مباشرة الحوادث ومكاتب مراكز تقديم الخدمات وأيضا استعلام عن مراكز الفحص الفني بالإدارة العام المرور أو المراكز الخارجية تم تدشين نظام درس التدريب للحرصات الإلكترونية بالتعاون مع هيئة المعلومات الحكومة الإلكترونية وتم إضافة أربع خدمات إلكترونية إدارة بيانات مندوبي الشركات الأمنية إضافة مواقع الشركات الأمنية إلغاء مواقع الشركات الأمنية وعرض مواقع الشركات الأمنية وتأتي هذه الأضافة بناء على توجيهات سيدي معالي وزر الداخلية وسيدي سعادة رئيس النعام للتحول الإلكتروني وإن شاء الله في فترة القادمة سيتم العمل على إضافة مزيد من الخدمات يأتي إطلاق الخدمات الجديدة في إطار عملية التحول الإلكتروني لخدمات وزارة الداخلية والتوسع فيها ما يسهم في تحقيق التمييز في الأداء وسرعة الإنجاز وتقديم أفضل الخدمات لأفراد المجتمع وهي ترجمة لاستراتيجية العمل الحكومي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ترجمة نانسي قنقر